موسيقى السلام عليكم بعد سنوات من المفاوضات غير المجدية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا من أجل التواصل لاتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي وصلت الأمور ربما إلى طريق مسدود أثيوبيا أخطرت رسميا مصر وسودان ببدي عملية ملء ثاني للسد فإن الأسئلة التي يمكن طرحها في هذا السياق هي كالآتي ما الأثار السلبية المتوقع حدوثها على مصر وسودان لماذا حذرت مصر أوروبا بموجة من اللاجئين كيف أن السد يقوض أمن منطقة القرن الإفريقي لماذا سعت مصر وسودان إلى المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لحل الأزمة لماذا تتشبث أثيوبيا بالاتحاد الإفريقي طرفا راعيا لموضوع سد النهضة وما المطلوب الآن من القاهرة كي تحل هذه الأزمة هل نتوقع مواجهة عسكرية بين مصر وسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوفنا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع والتي تحمل عنوان سد النهضة وتأثيره على مصر وسودان حيث سيكون معنا ضيفا في الستوديو رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري الأستاذ عمر عادل أستاذ عمر مرحبا بكم أهلا بكم وعبر سكايب المحلل السياسي الدكتور محمد أحمد ضوينة دكتور محمد مرحبا بكم أهلا بك يا أخي العجي أهلا بك مشاهدين الكرام وقبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير يثير سد النهضة الأثيوبي خوفا كبيرا في مصر والسودان بسبب تداعياته السلبية على حصتهما من مياه النيل الأزرق الحيوية ولم تسفر المحادثات مع أثيوبيا حتى الآن عن اتفاق يثلج صدور البلدين فمع تصاعد أزمة سد النهضة الأثيوبي وخلال الأشهر الأخيرة بدى واضحا أن القاهرة تحاول على لسان مسؤوليها رسم سيناريوهات تحذيرية أمام المجتمع الدولي من ضمنها تهديد استقرار وأمن منطقة القرن الإفريقي وانعكاس ذلك على الاستقرار الدولي بحسب تحذيرات أطلقها وزير الري المصري محمد عبد العاطي مطالبا أثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر من مياه نهر النيل التي تبلغ خمسة وخمسين مليار متر مكعب سنويا من جانبه وجه السفير المصري لدى الولايات المتحدة معتز زهران رسالة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالبها بالتدخل لإنقاذ المفاوضات والتوسط للوصول إلى حل سلمي يمنع للطرابات في المنطقة مطالبا بتدخل شركاء الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعم عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي نيكولا دوريفيير قال إن المجلس ليس لديه الكثير ليقدمه في ملف أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وأثيوبيا حيث إن الأزمة فنية وليست سياسية هذا الموقف دفع وزير الخارجية المصري سامح شكري للقول إن القاهرة تتوقع من مجلس الأمن جهدا إضافيا لدفع الأطراف لاستئناف مفاوضات سد النهضة معتبرا أن هناك مصالح متضاربة داخل المجلس وأن بعض أعضائه يترددون في مناقشة قضايا المياه الصحف المصرية من جانبها أشارت إلى أن مجمل المواقف ليس قويا بما فيه الكفاية بحيث يقنع أثيوبيا بأن إصرارها على السير قدما في التحدي والتعنت سيكلفها الكثير دوليا داعية إلى مواقف حاسمة وعادلة في الصراعات شديدة الخطورة أما السودان الذي يقع على النهر بين البلدين فبدأ الآن في إصدار تحذيرات قاتمة في هذا الصدد حيث تحدث مستشار لرئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان عن حرب المياه ووصفها بأنها ستكون مرعبة أكثر مما يمكن أن نتخيل ما لم يتدخل المجتمع الدولي للمساعدة في إيجاد حل وأنه يجب على السودان أن ترفع العصى بوجه أثيوبيا من جانبها واصلت إثيوبيا المحاولات لطمأنة السودان على أن سد النهضة لن يضر بالبلاد ونشر رئيس الوزراء أبي أحمد الأحد تغريدة على موقع تويتر تشير إلى أن أثيوبيا ليست لديها نية التسبب بضرر لبلدان مصب نهر النيل مضيفا أن عملية ملء السد في العام الماضي منعتوقع فيضان شديد في الدولة الجارة السودان فما المتوقع من تداعيات أزمة سد النهضة؟ هل يسود السلام في القرن الإفريقي؟ أم سترفع بلدان المصب والمنبع غصن الزيتون؟ سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة إذن مشاهدين الكرام نناقش هذا الأسبوع من حلقة حديث العرب سد النهضة وتأثيره على مصر والسودان أجدد الترحيب بكم أستاذ عمر أستاذ عمر بدأ واضحا أن القاهرة تحاول على لسان مسؤوليها بأن ترسم سيناريوهات تحذيرية خاصة أمام المجتمع الدولي باعتبارها آثار مترتبة على موضوع السد من ضمنها على سبيل المثال تهديد استقرار وأمن منطقة القرن الأفريقي وكذلك ربما ينعكس على موضوع الاستقرار الدولي يعني ما الذي تقصده القاهرة من هذا التحذير؟ شوف حضرتك التحذيرات المطلقة في الهواء بدون قواعد على الأرض وتحالفات قوية هي مجرد كلام للاستلاك الإعلامي ماذا فعلت القاهرة أو النظام في مصر في الفترة السابقة لعمل تحالفات ومحاور ضد ما يحدث لها في القرن الأفريقي لم تفعل أي شيء هي نظام المصري مركز في حلفه مع الإمارات والسعودية والصهاينة واليونان من جهة أخرى ومنشغل بهذه الأمور ومنشغل بالسيطرة على الداخل ولكن الحقيقة شفنا أثيوبي عملت تحالف مع الروس ومع إيطاليا فبالتالي بتبني القوى وجايبة وتمولات السد من الصين وبعض الشركات الكبرى إذن فهي عاملة قدر من التحالفات القوية اللي بتساعدها في إتمام المشروع ماذا فعلت مصر في خلال الخامس ست سنين اللي فاته من لحظة التوقيع الكارثية لاتفاقية المبادئ 23 مارس 2015 نعم صحيح لضبط المجال الإفريقي أو منطقة القرن الإفريقي أو منطقة الشرق الأوسط بتحالفات حقيقية لإيقاف ما يحدث في أثيوبيا لم تفعل شيء إذن في التهديدات الحالية هي تهديدات في الهواء ماذا سيتأثر الأمن الإفريقي إلا بحرب بين مصر تدخلها مصر وده يمكن مستبعد جدا الأماء ما هو الخلل الذي يمكن أن يحدث إلا تعطيش الشعب المصري في حالات الجفاف أثيوبيا الراجل بيقول إن إحنا مش معندناش نية الحقيقة للسياسة لا تدور بالنواية أربع أرقام واتفاقات ماذا لو حدث جفاف لمدة سبع سنوات زي ما بيحصل بشكل دوري هتخزن الماء أثيوبيا وتتحرق مصر السودان بالضبط نعم منتقى الوضوح يعني إذن فالاتفاقات هي التي بتحكم الأمور هذا التهديد أعتقي التهديد هل يمكن يعني يقع على أرض الواقع بشكل صريح وبشكل جلي كيف ما هي الأدوات الموجودة مع النظام المصري الآن لتهديد الأمن في المنطقة إلا أنه يشن حرب حرب هجومية حقيقة دي عملية صعبة جدا سنناقش ذلك لاحقا أرحب أيضا وجدد الترحيب بالدكتور ضوينا دكتور ضوينا التحذير من موجات هجرة محتملة إلى أوروبا لم يكن جديدا من نوعه في ظل طبعا احتقان أزمة السد النهضة لكنه الأول من حيث مخاطبة المسؤولين الأوروبيين بشكل مباشر وعلني هذه المرة هل السودان أيضا يلوح بموضوع الهجرة غير الشرعية دكتور ضوينا لعل دول المصب يأس من الدور الدولي في معالية هذه المشكلة نعم وخاصة وهي ترى كثير من دول اتحاد الأوروبي تميل ميلا كاملا تجاه أثيوبيا وتدعم إكمال بناء السد وهناك شركات أيضا أوروبية تتبنى هذا السد وتمويله ولها مصالح في هذا العمل أنت تعلم أن مجتمع الدولي تحرفه المصالح ويرى أن مصلحته في دول المصب عفوا في دول المنبع وليس في دول المصب وبالتالي دول المصبية الآن تحاول أن تستخدم بعد قلوة الضغط على الجانب الأوروبي حتى يؤثروا على الجانب الأثيوبي لأن في يدهم الحل الأوروبيون الروسي الروسي الصينيون حتى الأمريكان لهم وسائل ضغط يمكن أن يستخدموها اتجاه أثيوبيا إذا أرادوا ذلك ويمكنهم أن يخضعوها على الأمر الواقع ولكنهم لا يريدون ذلك ونحن نرى كثير من التحركات هنا وهناك من الخارج القارة الأفريقية لا تجزي نفعا لا تترى عدة النصائح فلهذا مصر والسودان ربما يلوحون بهذا وأنت تعلم الهجر إلى أوروبا تأتي عن طريق السودان ومصر وليبيا فهذا المعبر الرئيس نعم طيب أستاذ عمر لنأخذ تصريح لوزير الرئي المصري محمد عبد العاطي أيضا حذر وتوقع هو الآخر موجة كبيرة من الهجر غير الشرعية إلى الدول الأوروبية لكن ليس يعني أنا سألتك في البداية على موضوع هذا التحذير الذي أخرجته مصر عن طريق مسؤوليها ولكن البعض وصف ذلك بأنه نوع آخر من الابتزاز غير المقبول هل تتفق مع هذا الطرح؟ هو الحقيقة أعتقد أن النظام المصري خد جزء من شرعيته في محاربة الهجر غير الشرعية بشكل كبير نعم باستخدام يعني القوات البحرية المصرية وغيرها يعني نعم فبالتالي هو النقطة لي كارت عنده يمكن الأوروبيين بيسندوا لك واحدة من أسباب مسندتهم للنظام المصري هو فكرة محاربة الهجر غير الشرعية التلوح به بالتأكيد هي يعني حاجة صغيرة زي ما بيقول كده كلام صغير يعني لأن طبعا حضرتك انت بكون فيه أدوات قوة عندك انت مجرد انت بتلوح بس بإضرار الطرف الآخر ممكن ده يبقاش مقبول إلى حد كبير طبعا مصر ليها ومصر وليبيا هذا الساحل وتونس من الجهة الأخرى هي دي منطقة الهجرة الرئيسية فبالتالي الحكومات في هذه المنطقة ملتزمة إلى حد ما بمنع الهجرة غير الشرعية ليبيا فيها مشاكل طبعا فمصر عليها عبء كبير التلويح بيها أعتقد كرت ضغط ولكن ربما تأثيره مش كبير لأن الطرف الآخر أيضا ربا عندها أدواتها دلوقتي ووسائلها اللي بتحد بيها من الهجرة غير الشرعية الرئيس المصري عبدالفتاح حسيسي يقول بأنه أنا منعت الهجرة غير الشرعية منذ سبتبر أيلول عام 2016 وكأنه بهذا التصريح يمن على قرأة أوروبا طبعا تصريح قد يكون مستفز لكن عموما الأنظمة السياسية بيكون في ضغط جديد وأدواتها محدودة بالتالي بتبتلي تطلق بعض هذه التصريحات التي تبدو كأنها غير متزنة وذلك يعملوا وزير الخارجية المصري دكتور ضوينة يعني السودان طالبت بتدخل الشركاء الدوليين بما في ذلك طبعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وذلك من أجل دعم عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي لماذا تبقى المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي كما تريدها أثيوبيا ما سبب في ذلك؟ اسمحني قبل الإجابة على السؤال أضيف شيئا إلى كلام الضيف هي شأن الحجرة غير الشرعية التي تلوح بها أثيوبيا السودان ومصر أكثر المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا هم الأثيوبيين والأريتريين وبعض السودانين وهكذا بنهاية مشروسة للنهضة أثيوبيا ترى أنه لا حاجة إلى هجرات لأن الشباب كلهم سيتم استيعابهم في هذا المواعين وبالتالي هذه طريقة أو وسيلة غير ناجعة في حل هذه المشكلة بالنسبة للتدخل الذي طلبته دولة السودان ومصر من مجلس الأمن الدولي تحديدا هو حقيقة للوجاهة أمام الشعوب لأن معلوم أن مجلس الأمن الدولي في ظل وجود الاتحاد الأفريقي صاحب الاختصاص لا يستطيع أن يفعل شيئا ولننظر أيضا إلى الحجة التي يرفعت يعني ما هي المطلوبات التي قدمتها مصر والسودان أمام مجلس الأمن ليس مطلوب إقاف بناء السد ليس مطلوب إقاف أو إلغاء الملء الثاني ليس مطلوب شيء جوهري فيها القضية مطلوب أن تلتزم أثيوبيا بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة أثناء التشغيل والملء والتفريغ وتوقع على ذلك يعني الصراع كله في أن أثيوبيا توقع على اتفاق المبادئ هذا النص موجود في اتفاق المبادئ دكتور النص الذي يوجد في اتفاق المبادئ أنه يجب التراضي بين الأطراف ويجب أن تكون هناك حسن النية في أن تمضي أثيوبيا نحو البناء لكن دول المبادئ كلها أو دول أطراف النيل كلهم موافقوا على إقامة الست وإنشائه وهكذا أشياء فكان ينبغي أن يطرحوا موضوعا جديا لمجلس الأمن لأن ببساطة أنت أثيوبيا ستفرغ هذا المحتوى إذا أنت تريد بيانات أثيوبيا تقول لك أنا ووفر كل البيانات اللازمة والمعلومات في حين كل المراحل لكن إذا القضية ليست قضية تحس المجتمع الدولي للوقوف لهذا مجلس الأمن الدولي لم يفعل شيئا سوى أنه نصائح وإرشادات ودعوات هنا وهناك بل وأثيوبيا أيضا سبقت هذا الاجتماع بالملء الثاني والذي أيضا فرق القضية من محتوى وجعل أي عمل بعد هذا يكون بلا جدوى وبلا فائدة لا مجال أمام الدول المصط إلا أن تتواضى مع أثيوبيا وتتراضى بينها وتسعى بطريقة ودية ودبلوماسية إلى إخطاء أثيوبيا أن توقع على هذا الاتفاق الملزم دكتور ضوينة قبل أن أنتقل إلى الأستاذ عمر هل يوجد في السياسة والاتفاقات مصطلح حسن النية؟ في الحقيقة السياسة لا تعرف حسن النية السياسة تعرف المصالح علاقات الدول تبنيها المصالح فقط ولكن الدول السودان ومصر هم وقوا على هذا الاتفاق ومهروه بوسط الرؤساء وهذه أصبحت عصى وجزر عند أثيوبيا وبطاقة مرور دائما تستخدم أن الدول وافق على إقامة السد وبنائه كذلك تستخدم تلويه عصى أخرى أو جزر أخرى وهي تقسيم أهني وهذا الذي يسكت السودان ومصر يعني كلما يحاول أن يسعوا إلى حل هذه المشكلة أثيوبيا تقول أنا أريد تقسيم مياه النيل ويؤيدها في ذلك كثير من دول حوض النيل حوالي 6-7 دول من حوض النيل وكثير من الاتحاد الأفريقي أو دول الاتحاد الأفريقي يؤيدون هذا المذهب وبالتالي هذا الذي أدى إلى التطويل وأدى إلى غطرسة أثيوبيا وإلى رفع الوحدة الاتخاذ القرار وحادي الجانب والانفراد بالقرار واثقة في نفسها ماضية في أمورها دون أن تلتفت يمنة ولا يسرة لأن لها وسائلها التي تضغط بها ولكن السودان ومصر ليس له وسائل ضغط كثيرة طيب أستاذ عمر أتوقف عند مصطلح حسنية في الاتفاقات وعندما تقوم هذه الدول بالاتفاقات لا وجود لمصطلح حسنية في السياسة هل هذا قصور من البلدين عدم فهم أو عدم إدراك من قبل البلدين الحقيقة أعتقد أن مصر والسودان دول فيها كثير من الخبرات المدركة المضوضة بشكل جيد لكن هي الأزمة في الاستبداد استبداد الرأي يعني المعلومات المؤكدة أن في بعض المؤسسات في مصر نصحت بعدم التوقيع لهذا الاتفاق لأنه هيضايح حق مصر المائي والكلام ده واضح جدا الحقيقة أن أي حد يرى اتفاق المبادئ هيقول أن حضرتك كده بترغي كل الاتفاقات القديمة وبتدي مشروعية الأسوى بأنها تعمل هي عايزها منطقة البساطة وما ده يحص أن يتكلم فيه بقى لما يبقى فيه في حتة تانية مش في أي اتفاقات سياسية ما هو قال السيسي قال والله والله ها والله والله لا نقوم بأي ضرر فالأداء ده ملوش علاقة بالسياسة ولكن الاستبداد بيخلي السلطة المركزة في إيد شخص واحد هو اللي بيتصرف كما يحل له فبالتالي راح وقع وجر البلد كلها في كارسة كبيرة جدا ونفس الكلام حصل في السودان ولكن حياة الكارسة على مصر أكبر عاد السكان أكبر وهي دولة المصب الأخيرة فبالتالي الحجم الضغوط الكارثية عليها هتبقى أعلى بكثير للأسف الشديد أستاذ عمر دعني أقرأ لكم هنا تقول المصادر أو ربما يقول محمد عبد العاطي وزير الري يقول نقص مليار متر مكعب من المياه في بلده سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم في قطاع الزراعة هذا الأمر يعني تضرر نحو مليون مواطن علما بأن قطاع الزراعة في مصر يعمل بها ما يقارب الأربعين مليون مواطن مصري هل المشكلة اقتصادية أكثر مما هي سياسية أستاذ عمر؟ والله هو الاقتصاد أحد أفرع السياسة الكلية للدولة يعني هم الاتنين مرتبطين ببعض وصعب الانفصال عنه والقرار السياسي الخاطئ بينتج كوارث اقتصادية زي اللي حصل في سد النهض على سبيل المسال تأخذ قرار خاطئ بالموافقة على اتفاق المبادئ ودير 40% من الشعب المصري بجرة ألم فبالتالي طبعا الأصل في كل المشاكل هو القرار السياسي الخاطئ بعد كده بينتج عنه مشكلة اقتصادية والمشكلة اقتصادية مش بس في الزراعة زراعة قطاع بيمثل نسبة مع اعتبرة من الناتج الإجمال القوم المصري فبالتالي حضرتك لما بيحصل فيه تأثير بتحصل ارتدادات في كل القطاعات الأخرى يعني انهيار تام ومفاجئ وسريع احنا لو بس موضوع المياه ده ممكن السد العالي يحمينا فترة وممكن يحصل فيضانات كبيرة تحمينا فترة لكن ماذا لو حادثة جفاف فترات طويلة ايه اللي يحصل من قينة ستاقت المياه وكل مصادر المياه اللي بتكلموا عنها دي كلها طبعا كميات قليلة جدا تكلفة عالية جدا انت بيجي لك ماء بلاش اصلا فازاي تستغنى عنها في مقابل تحليط مية بحر او تحليط مية صرف وتكلفة عالية جدا نعم طيب استاذ ضوينة مبعوث للاتحاد الاوروبي الى اوثيوبيا وسودان بيكا هافيستيان دعا الى تواصل على الاقل الاتفاق ولو بشكل انتقالي يعني اضع كم خط على موضوع الانتقالي حول الملء الثاني لسد النهضة هل مصطلح الانتقالي يعني مريح بالنسبة للاطراف المتنازعة مصر وسودان من جهة واثيوبيا من جهة اخرى كيف يمكن تحليل مصطلح الحل الانتقالي هو مريح لاثيوبيا فقط لان كل المصطلحات التي تستخدم فيما يلي ملف صد النهضة كلها تصبح لصالح اثيوبيا وبالتالي كأنما دول العالم كلها ليس لها اهتمام كبير بمعالية قضية صد النهضة وانما تسند جانب ان اثيوبيا تسعى للتنمية والتوفير التطوير والاستفادة من مياه النيل واثبتوا ان من حقها الاستفادة من مياه النيل اثيوبيا ايضا لها زكاء متميز في انها تقنع العالم بانه لا يجد ضرر للسودان ولا مصر من هذا الامر من ملء صد النهضة لانه هي تستخدم لتوليد كهرباء ليس للزراعة لا تبقي الماء وقتا طويل وانما تفرغ تملأ في وقت الفيضانات ليس في وقت الجفاف متفاوتة فترات متباعدة كما اردهم ذلك انه في الملء الثاني والملء الاول هناك فوارق في الزمن وملء اثناء الفيضانات اثناء الامطار الغزيرة في الغضب الاثيوبية هناك حوج كثيرة جدا تقدمه اثيوبيا للعالم اكثر دافعية او فيها اكثر دفوعية من الجانب السوداني والجانب المصري حتى الاشارات التي يشير اليها كثير من الخبراء والفنيين في الجانبين يشيرون الى ان امكانية الضرر ليست بالمستوى المخيف لانه في حال انهيار السد في حال الملء في زمن الجفاف في بعض الحالات التي يمكن ان تؤثر على الوضع لكن لا يجزمون ان هناك ضررا واقعا على السودان ومصر في حال ولكن دكتور ولكن اثيوبيا تقول على لسان اعتقد ابي احمد رئيس الوجراء يقول انها يعني حمت السودان من فيضان كاد ان يحدث العام الماضي كيف يمكن الرد على ذلك والفيضان حدث في العام الماضي وخبراء الرئيس السودان يقولون ان سبب هذا الفيضان ان اثيوبيا لم تملك السودان المعلومات اللازمة والبيانات اثناء الملء واسناء التفريع بالتالي هذه الممرات المائية تفتح برأي اثيوبيا منفردة وتغلق برأي اثيوبيا منفردة وبالتالي السودان كان ليس مستعدا لا يعرف متى تفتح هذه الممرات المائية فجاءت المياه مفتفعة كان هناك فيضان مشهود في الدولة السودانية فاذا كان هكذا خفيف كيف يكونه اذا كان ثقيلا لكن السودان الان وضع تحوطات كاملة لعدم تكرار هذه المسألة بعد الملء الثاني هذا يفرغ الثقوط حتى تستوعد نسبة المياه التي ستأتي وبالتالي هذا امر لا يجدي نفعا لان كل شيء يمكن علاجه هذا يؤثر لكن نحن نقول هل الشعب المصري سيعتش من خلال تنفيذ هذا الست ام لا ام هذا كلام سياسي اذا كان الحقيقة يبقى تعاطي الدول مع هذا الملف تعاطي متواضع جدا لا يرتقي إلى مستوى الضرر الذي يتوقعه الناس او يتقلم عنه الناس واذا كان اصلا القضية لا تخرج من دائرة السياسة ومن دائرة الوجاهات الاجتماعية وكذا هذا شيء اخر يجيب ان يعرفه تعرفه الشعوب طيب دكتور اسمح لي استاذ عمر تسمح لي سأذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم مشاهدين الكرام فاصل ومن ثم نعود إليكم مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم ان تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب افقي على مدار القمر نايل سات اذا المشاهدين الكرام نناقش في هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب سد النهضة وتأثيره على مصر والسودان استاذ عمر أجدد الترحيب بكم وأشكرك لحضوركم هنا في قناة الرافدين السفير المصري لدى الولايات المتحدة معتز زهران وجه رسالة صريحة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبه بالتدخل لإنقاذ المفاوضات والتوسط للوصول إلى حل سلمي ربما يمنع للطرابات في المنطقة لماذا تلجأ المصر إلى الولايات المتحدة حصرا ما السبب في ذلك طبعا العلاقة بين مصر وليات المتحدة علاقة قديمة ومصر يمكن أكبر الدول يتأخذ منح من الولايات المتحدة والمساعدات ومصر أعتقد بالنسبة اللي هي مليار و 300 مليون بعدها نفس المبلغ نفس المبلغ هنا فيه 300 بس بيزيده ويقله حسب العلاقة بين بين الطرفين ومصر بفوت مهمة جدا نقطة مركزية مهمة لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط فبالتالي من الضروري وأمريكا أكبر دولة في العالم عن حيث القوة بجانب الصين وبعض الضغط الأخرى لكن لا تزال أمريكا هي الدولة الأقوى فبالتالي اللي جاء لها منطقي نحاول نلجأ لهذه القوة اللي لها المصالح في مصر وفي نفس الوقت مش عايزة يحصل الترابات في مصر بالتأكيد ودعمة الانقلاب العسكري في مصر بشكل كبير فبالتالي توازن واستقرار يعني على قلل الظاهر في مصر استبدادي من مصلحة الأمريكاية فبالتالي حدوث توطر اجتماعي أو خلل ما نتيجة نقص الميا ربما يكون ليه تأثير سياسي لا يعني لا يكون في صالح الولايات المتحدة وفي صالح النظام التابع لي فمن منطقي جدا أنها تروح الأمريكاية بحيث تضغط لكن تعتقد أن أثيوبيا بدأت ببناء السد دون موافقة الولايات المتحدة أعتقد بالتأكيد لا يعني بالتأكيد لا يعني مش بالضرورة موافقة معلنة أو مباشرة لكن صمت عن هذا السد وإن في نقطة مهمة جدا جدا أن في 2015 وفقت أكثر الدول تضررا على بناء إذا بنية السد على بناء وهي مصر فدي بتدي إحنا في 2014 اجتمع الدول لعدة الدول وقررت عدم تمويل السد ابتدى إمتى يحصل التمويل بعد اتفاعل مبادئ 2015 فبالتالي أليس السد قد بدأ في عام 2011 وحتى رئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال بأنه مصر انشغلت بثورة يناير 25 يناير وبالتالي هي قامت ببناء عملية السد في 2011 صحيح بتبني بإمكانيات ذاتية نعم وكانت ليس لها مشروعات البناء تبقى الاتفاقات اللي حصلت في خلال 100 سنة لابلاء بين دول حوض النيل نعم نعم فالفين واربعة عشر تم التوافق على منع تمويل ما حدش ينمويل السد نعم لأنه مشكلة يعني في دولة لها حقوق سياسية حضرتها جيت في 2015 وقمت مواقعة فان مبادئ نعم اديت شرعية ومشروعية لبناء السد ابتدى يحصل التمويل في هذا الوقت نعم لغاية 2014 كتقول لها أمور تحضرية من هي أبرز الجهات أو الدول التي تمويل سد النهضة؟ المعروف الصين والإمارات وبعض الدول الخليج والصايم الشركات الصايمية طيب أكثر الدول أو أكثر الجهات الممولة للسد النهضة نعم فمشروعية السد اتخذت من اتفاق 2015 فماذا سيفعل الآخرين يعني نعم فبالطبيعي أن خلاص أنت حر أنت أكثر أحد مضادرر وفقت على هذا البناء نعم طيب دكتور دوينة هل لدى السودان ثقة بالمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي أكثر من الاتحاد الأفريقي بمعنى آخر هل تعولون عليهم في حل مشكلة سد النهضة؟ دليل أن السودان يتردد في ثقته في الاتحاد الأفريقي أولا دعا إلى الرباعية في إبان متابعة الاتحاد الأفريقي لهذا الملف عن جنوب أفريقيا وكذلك حينما جاءت الكنغو وواصلت في إدارة الملف أيضا طالب السودان بمجلس الأمن الدولي إذن الثقة في الاتحاد الأفريقي ربما يكون هناك لها مبررات لأن الدول الاتحاد الأفريقي دول لها ارتباط بأثيوبيا لها ارتباط بالنيل العظيم وتفكر كثير من الدول لإنشاء سدود في المستقبل إذا نجح صد النهضة كذلك أثيوبيا تغري الدول الأفريقية بإمدادها بالكهرباء لأن تعلم أن السوق الكهربائي هي سوق كبير جدا في أفريقيا ولها رواج واستثمار ضخم جدا وهذا الذي يشجع أثيوبيا في أن لا تتفت أو لا تتراجع عن هذا الأمر لأن بالنسبة لها مشروع القرن وهو تسيطر على السوق الكهرباء في أفريقيا وستمد كل دول الجوار ودول حوض النيل بهكذا خدمة ومصالح بالتالي الاتحاد الأفريقي لا يستطيع أن يتخذ قرارا شجاعا ضد أثيوبيا رغم أن السودان ومصر هم مؤسسو الاتحاد الأفريقي ودول رائدة في هذا المجال ولهذا السودان يهروي الآن إلى روسيا بعد المجلس الأمن لم يتخذ أو السودان لا يرى أن المجلس الأمن حقق الأحزاب ستلجأ إلى روسيا دكتور هكذا سمعت نعم نعم وزيرة الخارجية زارت روسيا بعض مجلس الأمن مباشرة لأنها ظننا التمست هناك في مجلس الأمن أن هذا الأمر هذا الملف بيد الروس وهم الذين يسندون أثيوبيا ويدعمونها وهم لهم تحالفات عسكرية وسياسية واقتصادية وهكذا أشاه فلا بد من الذهاب إلى المصدر وبالتالي السودان ذهب إلى روسيا والتقى وزير خارجي بوزير خارجي الروسي وتفاكروا في أن روسيا تتدخل في هذا الشأن وتثني أثيوبيا أن توقع معهم الاتفاق الملزم لأن الخوف الأكبر الآن أن أثيوبيا ستنشئ سدودا كثيرة بعد صد النهضة على روافط نهر النيل الأزرق والتي هي التي تسبب الكارثة الكبرى لدول المصاب يعني بالمستقبل تعتقد دكتور ضوينة تعتقد بأنه في المستقبل ستقوم أثيوبيا ببيع الماء مثلا لدول لمصر والسودان دول المصاب أولا في المستقبل أثيوبيا طرحت الآن أحد عشر سدا على فروع نهر النيل الأزرق وهي الفروع المغزية للنيل يعني هذه الفروع إذا تعطلت يجف النيل تماما وهذه أكبر كارثة تهدد السودان ومصر وبالتالي يمكن أن تبتز ويمكن أن تستغيل هذه الأوضاع وبالتالي هي التي تكون متحكمة في دول المصاب كيف مماشات وكيف بأي طريقة وأنت تعلم أن المجتمع الدولي أيضا ينحو هذا الاتجاه لأنه يسيطر على دولة المصدر يعني المجتمع الدولي يهمه السيطرة على منابع ميل التي هي أثيوبيا لا يهمه دول المصاب كثيرا وبالتالي هناك كثير من الدول الكبرى تسعى إلى إصناعة حرب مياه وسيطرة على المياه وبالتالي ممكن أن يباع الماء من أثيوبيا إلى كل دول العالم ليس السودان ومصر فقط وإنما حتى الإسرائيل يمكن أن تذهب هذه المياه وتباع لأن الآن يكون أغلى من النفط في المرحلة القادمة صراعي من أجل مياه دلء لصراع من أجل النفط أستاذ عمر عند بحثي في إعداد هذه الحلقة ربما استوقفني سؤال نقص المياه سيجعل المزارعين أفقر أفقر شريحة في المجتمع المصري وهذا تفضلت به أنت قبل قليل ما سيدفعهم إلى الهجرة الشرعية لحد الآن الموضوع منطقي ولكن يقال أو يقول هذه الشريحة الفقيرة التي ربما ستهاجر بهجرة غير شرعية إلى أوروبا يصبحون فريسة سهلة للجماعات المتطرفة هنا السؤال أو هنا التناقض ربما نوعا ما مصر تحارب الجماعات الإرهابية كيف لها أن تهدد أوروبا بالجماعات المتطرفة ألا تعتقد أن هناك تناقضا في الموقف هو الحقيقة نظام مصري من بداية الدعوة الفكرة أنه يحارب الإرهاب ويأخذ شرعية على هذا الأساس هو التناقض دا دائما ما يتحرك فيه يعني هو بيكلم على أنه بيحارب الإرهاب في الداخل تمام هذا غير صحيح هو بيحارب القوة الاجتماعية طبعا في الإجمال يعني فيه جزء طبعا يمارس العنف لكن في الغالب بيخلط هذا بذاك وبيحارب كل القوة الاجتماعية المعارضة لي وفي نفس الوقت الناس اللي بتخرج برة وتعيش في الدول التانية بيحاول يعني يلصق بيهم تهمة الإرهاب لتخويف الدول الأوروبية الأخرى فبالتالي حضرتك هو يعني تعريف الإرهاب عنده أو العمل الإرهابي أو الجامعات اللي دي كاليها المتطرفة مش واضح في ذهنه فبيطلق هذه الكلمة على أي حد يعارض نظامه فهو الآن من حدوث بعض المشاكل داخل مصر نتيجة نقص المياه تمردات أو غيره فبيطلق عليها لفظ الإرهاب فتعميم مصطلح الإرهاب أو الجامعات المتطرفة عند النظام بيخليه دايما في هذا التناقض بحيث بيطلق على مجموعات معارضة إرهاب بيطلق على تمرد إرهاب بيطلق على غضب اجتمعي حتى 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 إرهاب وبيلصق به هذه الشماعة بحيث يقدر يواجه بطرق عنيف طيب دكتور ضوينة لم تفعل أوروبا حيال أزمة السد النهضة أكثر من ربما تكون هناك مجاملة في التعاطي مع أزمة السد النهضة ما بين الاتحاد الأوروبي من جهة ومصر وسودان من جهة أخرى هم طالبوا فقط بضرورة التواصل إلى اتفاق بين الأطراف كيف يمكن تفسير هذا الموقف البارد إن صح التعبير من قبل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي مصالحه في أثيوبيا حتى من ناحية محاربة الهجرة غير الشرعية أثيوبيا هي أكثر دولة يمكن أن تحارف هذه الهجرة الغير الشرعية إذا قامت بتوظيف الشباب الذين العاطلين عن العمل بالتالي واحدة من وسائل راحت مجتمع الأوروبي من هذا السد أنه سيقوم بتوظيف وتشغيل كثير من الشباب الذين كانوا يهاجرون إلى أوروبا إضافة إلى ذلك معظم الشركات التي لها نفوذ في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا وفي إسرائيل هي التي مولت هذا السد أنت تعلم هذا السد يعني كما قال ضيفك من قبل التفكير فيه بدأ منذ أحد هلاسلي يعني منذ بداية التسعينيات أو السمانينيات وكانت دول المصر والسودان كانت قوية بحجز أنها منعت أي تمويل منعت حتى أن تكون لك شركات أوروبية أو أمريكية تدعم هذا تمويل هذا السد وبالتالي ظل الأمر حبيث الإختراح إلى أن كان هناك زمن بطرس غالي في الأمم المتحدة وزمن مصر كان نائب رئيس البنك الدولي وكان هناك وجود ونفوذ لدول المصف في العالم كانوا يمنعون كل هذه الأمور ولكن بعد الثورة كما قال ضيفك وحادث الضحف في الدولتين استغلت أثيوبيا هذا الأمر وسارعت شركات أوروبية لتمويل هذا المشروع وبالتالي أصبح الارتباط أوروبي بالست أكثر من كونه أثيوبيا أثيوبيا ربما لأنه مصرحي اقتصادية وانتخابات وهكذا لكن الأوروبيون الآن مصلحتهم الكبرى في بناء هذا السد لأنه مولوا تمويل كبير جدا وكثير من الدول لها مطامح أن تقيم مشروعات على جدار السد أو على أطراف السد وهكذا أشياء ربما يكون هناك تواصل مباشر مع أثيوبيا للسيطرة على النيل لأن النيل العظيم هو الشريان الأساسي الآن في العالم ويكاد يكون في المستقبل هو مكان النزاع ومكان الصلاة هناك دول في العالم أيضا ترى أنها أصلها من النيل إلى الفرد فبالتالي هذه فكرة يبدأ التخليط والتنفيذ دها بدعم أثيوبيا وبدعم سد النهضة وبيجعل أثيوبيا تسيطر على قطرات المياه التي توزعها إلى مصر والسودان وبالتالي يكون هناك السيطرة الكاملة على النيل طيب أستاذ عمر لو أخذنا التصريح لوزير الخارجية المصري سامح شكري يقول أن هناك مصالح متضاربة داخل المجلس أي مجلس الأمن وأن بعض الأعضاء هي ترددون في مناقشة القضايا المياه باعتقادكم يعني من قصاد بالأطراف المترددة ولماذا مترددة يعني أنا أعتقد أن الأطراف المترددة هي الأطراف المشاركة والمساهمة في عملات التمويل للسد والرغبة على فكرة أسيوبيا تاني أكبر دولة أكبر معدل لمو في أفريقيا ومنطقة يعني هي قلب منطقة وسط أفريقيا يعني في القرن الأفريقي ومنطقة مهمة جدا ومركزية ودولة بمئة مليون وليها مستقبل واعد نعم وممكن تصبح هي سلة الغذاء لدول كتيرة استثمرت في في سد النهضة طيب فبالتالي الاستثمارات الكبيرة اللي موجودة والأحلام المستقبلية الاستثمارات من دول زي ما الضيف الكريم قال نعم في دول أوروبا وحتى دول خليجية بتخلي فيه طبعا تردد كبير جدا أو حتى رفض لأي محاولة مساس بالسد ومنطقة السد هي المشكلة أنه حصل أمر واقع تم فرضه الآن يعني طول ما السد مش موجود فيه كلام كتير ممكن يتقال لكن حكس كتة الغيات لما أصبح أمرا واقعا بناءا مديا موجودا فدي طبعا كبرت الأزمة جدا وخلت فيه صعوبة جديدة في التعامل وخلت فيه ناس مرتبطة ارتباطات مصالح كبيرة وزي ما ذكرت الحديث أن مصر ما عملتش شبكات العلاقات دي ولا في المنطقة ولا على مستوى العالم لمواجهة هذا السد وجايا في الوقت الضايع في الماء الثاني اللي هو خلاص يعني المراحل الأخيرة بتعمل محاولة أي حاجة لحفظه ماء الوجه نعم وأيضا زي ما الضيف الكريم قال فيه سدود أخرى هتبنى على النيل نعم إذا مفحنا قدام ليست فقط كارثة السد النهضة ولكن كارثة منع النيل منع المية تماما ربما عن مصر والسودان ستكون هنا قلة في مياه النيل في مصر نعم ما الحلول المتاحة لتغذية النقص الهائل الذي سيحدث على مصر حسب التصور بأنه 55 مليار متر مكعب في السنة نعم الآن سيكون هناك خصم 31 مليار متر مكعب في السنة كيف سيتم حل هذه المشكلة أستاذ عمر طبعا فيه كلام بيتقال على تحليل مية البحر وتحليل لكن كلام ده مكلف جدا يعني أنت بيجي لك مية من غير أي تكلفة نعم أنت هتطر تدفع مليارات عشان تعمل مؤسساتهم وكان في المية نعم للمحطات دي وإيه مدى ملأمتها للأرض ده غير النظام الهايدروليكي بتاع مصر يعني النيل مع البحر مع المية الجوفية كلام ده كله هتدمر يعني دوك الأرض يحصل لها ملوحة يحصل نحر جامد للبحر إذن فالنظام الهايدروليكي المصر كمان مش بسق المية نظام نفسه بتاع توزيع المية في الأرض والقصة دي كلها يحصل فيها خلل كبير جدا جدا فالبداية البداية المكلفة ومش هتغطي العجز والحقيقة النظام المصري كمان غير موثوخ بي انه يقوم بهذه المشروعات الكبرى بشكل يخدم المجتمع المصري يعني الفترة محاولة عزل المجموعة من الناس في المدن الجديدة على مين الجديدة والعاصمة الإدارية وكأنه بيفصل شريحة من المجتمع عن بقية الشعب وبما يجد شريحة فقط التي انتفى بمأنين والنباقي يعني فليزب ويرقحيم دكتور ضوين مجلس الأمن يبدو أن ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في هذه الأزمة أزمة السد النهضة بين السودان ومصر وأثيوبيا وقال إن الموضوع فني وليس سياسي وليس هو من اختصاصه هكذا قال مجلس الأمن لكن هنا السؤال في أي اتجاه يدفع مجلس الأمن الأطراف الثلاثة ما الذي سيؤدي ذلك انتخلى مجلس الأمن عن حل هذه القضية بأي اتجاه بأي اتجاه يدفع مجلس الأمن دكتور خلاصة ما يستطيع أن يفعله مجلس الأمن هو أن يدعو الأطراف إلى الجلوس والتفاوض هذا لا يستطيع أن يفعل أكثر من هذا لأن قانونيا القانون الدولي يتيح للمؤسسة الإقليمية أحل هذه المشكلات إلا إذا كان هناك ضرر محقق يحدث وبالتالي دول المصاب لم تستطع تثبت لدى مجلس الأمن الأمن الإفريقي مجلس السلم والأمن الافريقي هو متخص في هذا المجال إذا أثبت لديها أن هناك ضرر محقق سيقع مجلس السلم والأمن الأفريقي س يرفع الأمر إلى مجلس الأمن وبالتالي مجلس الأمن ممكن أن يصغر لقوبات المفروضة على الأتسيب ولكن حتى الآن لم تملك دول مجلس الأملي بأنه هناك ضرر محقق يلحق بالدولة الثانية لا سيما في وجود دفوعات منطقية عند أثيوبيا بأنها ستوفر البيانات اللازمة عند كل المراحل وأنه تضمن أدم ضرر السودان وأثيوبيا من هذا الأمر إضافة إلى ذلك وجود كثير من التناقضات في الموقف الأثيوبي هذه التناقضات التي تستخدم فيها بعض الوسائل بعض الدول التي لها مصالح في صد النهضة وبالتالي كل هذه مجلس الأمن الدولي لا يستطيع أن يتقذ قرار كبير ولكن دول المصدقين عندها خيارات أخرى خلاف مجلس الأمن مباشرة يمكن أن ترفع القضية إلى المحكمة الدولية وهذا ما صرحت به الأستاذة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قالت بأنه سنلجأ إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبالتالي ربما سيكون الأمر إلى رفع دعوة ضد أثيوبيا هل هذا العمل ناجع من وجهة نظركم دكتور ضوينة؟ طبعاً لكن القضية في المحكمة الدولية هي الدفوعات التي يقدمها السودان هنا المشكلة هي إذا كان أصلاً نرفع قضية لأي مؤسس دولية باعتبار أن أثيوبيا لا تلتزم بتوقيع اتفاقها هذه الحجة ليست قوية ليست لها تأثير كبير لكن إذا لدينا ما يثبت وإنت حتى الآن لا أرى أن السودان لديه ما يثبت أن هناك ضرر هناك كثير من الخبراء الفنيين السودانيين وعلماء المياه يقولون أن هناك منافع من صد النهضة إذا توفرت البيانات والمعلومات اللازمة فإذا كان السودان يلحقه ضرر حقيقي اللجوه إلى محوظ الإنسان وإلى محكمة العدل الدولية هي الوحيدة المقولة بأنها توقف بناء السد وتوقف النشاط إلى حين الحسم في القضية لكن تحتاج إلى دفوعات قانونية قوية هل يمكن التلجأ مصر إلى محكمة العدل الدولية في أزمة السد؟ ما هي زي ما قال الأستاذ الفاضل بإيه؟ يعني إيه الأداء اللي عندنا؟ هل فيه اتفاق أخلت بها أسيوبيا؟ لا مفيش لا يوجد اتفاق أسيوبيا ملتزمة أنا وقعت وبصمت بالعشرة بإرادتي آه بالزبط يعني أسيوبيا ملتزمة بما موجود في اتفاق المبادئ يعني خلاص موضوع البيانات موضوع في كلام لكن مش هو ده الحاجة التي تدخل بها في محكمة دولية طيب فبالتالي أعتقد صعب الكلام ده يحصل الخطورة فعلا إحنا السودان ليس عليها تأثير كبير زي مصر بضبط فهي مصر اللي هي معرضة لتأثر أكثر سوءا بكثير من السودان بالذات موضوع نحر البحر اللي هو هيباليه مشكلة كبيرة جدا لو حصل انخفاض سلمية في مصر طيب أستاذ عمر هناك جهة تتفاوض هي وزارة الخارجية سامح شكري وأيضا وزارة الري باعتبارها يعني عنصر فني في المفاوضات مع أثيوبيا وبمعية السودان ولكن عندما نتحدث عن من يتحمل المسؤولية يعني تصريحات وزير الري تمثل تضاربا مع تصريحاته السابقة أيضا تصريحات وزير الخارجية سامح شكري حيث تم التقليل سابقا من أضرار سد النهضة على المصريين أنت مصري قبل أن تكون ربما رجل سياسة نعم من تحمل المسؤولية في هذا؟ أنا أحمل المسؤولية للنظام العسكري المصري مش من 2013 نعم من 52 لأن طول الوقت هذا النظام بياخد قرارات منفردة دمرت مصر على مدى 80 سنة لفقته دائما قرار 67 الجريمة الكبرى اللي حصلت الدفع أو التحرك نحية مواجهة عسكرية غير المستعدة ليها طيب كرسة اللي حصل فيه التسعينات بالدعم الغزو المحدثة في العراق كرسة نعم 2013 انقلاب عسكري على النظام منتخب كرسة وبعد كده اتفاق المبادئ نعم فكرة الاستبداد الموجود في النظم العسكرية العربية وخاصة مصر مدمر وادى في النهاية النظام السياسي هاش غير قادر على اتخاذ قرار لصالح مصلحة شعبه بياخد قرارات فقط للحفاظ على بقاؤه حتى طبيعة النظام بتنهار يعني ايام مبارك كان فيه قدر من العمل السياسي وكان فيه توازن وكان فيه لنا بعض أوزان نقاط القوة في المؤسسات الدولية اما الآن فالأسف النظام وصل لمرحبه متأخرة جدا الخلل ليس بالمفاوضين استاذ عمر؟ نعم الخلل في كل النظام المصري بصحك المفاوض ده شخص داخل مكينة كبيرة جدا هذا الشخص لا يمكنه التأثير على هذه المكينة الكبيرة بتاعت الدولة ومظام الدولة ده غير ان الدولة المصرية في الفترة الاخيرة ابتدت تنتقي الأسوأ على الانتماء فقط مش الكفاءة ورمي نص العلماء المصريين في السهول فالآن الدولة المصرية دولة ثقة الثقة مطلوبة بالتأكيد لكنها دولة ثقة فقط ودولة شريحة صغيرة جدا من المجتمع المصري مسيطرة على كل حاجة فالكفاءة بتاعتها قلت جدا واعتقد انها ببقيتش قدرة انها تمارس اي عمل سياسي او عمل دبلوماسي او بالتأكيد عمل عسكري في كل ما يتعلق بمصر على فكرة العمل العسكري انتقل بهذه استعيره منك طبعا اشكرك استعيره منك هذه الجملة وهذا المصطلح دكتور ضوينا اذا ما بحثنا عن الحلول نريد هنا في نهاية البرنامج ان نتوصل ربما الى حل لهذه الازمة من اين يجب ان تنطلق هل العودة الى طاولة المفاوضات الاتحاد الافريقي هو الحل ام ان الخيار العسكري ربما سيكون الاقرب في هذه الازمة لا هو العودة الى مفاوضات الاتحاد الافريقي هو الحل الوحيد لا يجد خلاف هذا الواقع لا وعلى مصر والسودان ان تتودت الى اثيوبيا بطريقة دبلوماسية بحيث انه يكون هناك طراضي وحسنينية كما توافقوا من قبل وحتى توقي اثيوبيا على هذا الامر وكذلك على اثيوبيا والى مصر والسودان اذا تواصلوا مع ضوال الحوضانين لان هناك مسافة بين مصر خاصة وبين الدول الحوضانين الافريقي وهذه المسافة هي التي اثرت تأثير سالبة الان على موقف مصر وبالتالي لا بد من تواصل اخوي او تواصل علاقات جغرافية بين مصر والدول الاتحاد الافريقي وكذلك السودان له اذا كان السودان حتما يتضرر له وسائل كثيرة جدا يمكن ان يستخدم بينها الفشق المنطقة الحدودية حتى منطقة بني شنغول هي منطقة تاريخيا السودان يملك وسائق يزبط انها منطقة السادسية منطقة سودانية لو كان هناك ضرار حقيقية لكن حتى الآن التفاوض السوداني يتعاطم بطريقة دبلوماسية انا اشفرك دكتور عبر اسكايب بن اسطنبول المحلل السياسي الدكتور محمد احمد ضوينة شكرا جزيلا لانضمامكم الينا بدقيقتين استاذ عمر ما المطلوب الآن من القاهرة كي تحل هذه الازمة هل تتوقع مواجهة عسكرية بين مصر والسودان من جهة اثيوبيا من جهة اخرى يعني انا اعتقد ان السودان ليس لها مصلحة في دخول بمواجهة عسكرية مع دولة يعني بجانبها دولة جارة وفي نفس الوقت حجم الضرع الواقع عليها من سد النهضة ربما لا يكون بالتأثير الكبير كما هو الحال في مصر طبعا الدخول في مواجهة عسكرية اعتقد نحن لا يعني لا نثق بالنظام المصري انه يدخل مواجهة عسكرية اخرى زي اللي حصلت في 67 ونفاجأ بكرسة وهزيمة مدوية وانهيار اخر في مصر لكن هناك تباين واسع جدا بون واسع جدا ما بين قدرات مصر العسكرية وقدرات وثيوفي العسكرية هي ممكن التباين الواسع في كمية السلاح لكن هكذا لما نتكلم عن القدرة القتالية لا الموضوع مختلف انت بتحرف في الارض دي ارضك ولا مش ارضك خطوط الامداب بتاعتك طولها قد ايه نعم قدراتك الاقتصادية قد ايه القدرة التدريبية بتاعتك قد ايه ربما لو نحط العامل دي كلنا نلاقي ان القدرة الى حد ما متقربة انا اشكلك استاذ عمر لحضورك هنا في استوديو رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري الاستاذ عمر عادل شكرا جزيلا لكم شكرا مشاهدين الكرام الشكر وموصول لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا